السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم في مخاطرة جديدة في محاضرات الروبت تكنولوجيس والنهاردة هنكمل مع بعض وهنتكلم النهاردة عن حاجة في جواسكريبت اسمها الدم ايه هو الدم ده؟ هو بنقول على اسم document object model فتعالوا مع بعض كينش في الكنتنت اللي هنغلل النهاردة وبعد كده هنبدأ نشرح يعني الدم ويعني الحاجات اللي بنقولها دلوقتي الكنتنت اللي هنتكلم فيه النهاردة هنتكلم introduction عن الدم وهنتكلم عن حاجة اسمها modeling كdocument اللي هو الدم اللي يعني notes و tree وده هنشوفه مع بعض في الليكاتشار دي وبعد كده traversing Abundifying DOM tree فتعالوا واحدة واحدة كده بسم الله ونبدأ في المحاضرة بتاعتي بيبدأ اول حاجة يعرف لي ايه هو الدم ده اصلا الدم هو عبارة عن حاجة اسمها document object model طب يعني احنا بنستطيعه في ايه بالزبط الدم ده هو عبارة عن طريقة بتمكني بنانا access منابلات الكنتنس اللي موجود في الدكوموت يعني اصلا بصوا اللي montажу بتاع التائجة بتاع التامل لاما احنا كتبنا الكود çünkü attmail من بداية التائجة بتاعة التائجة لدى قفلتها اللى هو التائجة لنفسها بتاع التامل اللى هو الكود كله بتاع الهتمل ده يسمى عندنا الضبم تمام؟ الدهم دى متقسم كan structure زي drei بالزبications يعني ايه بتاع اللواحد وok plaisir اشعبه؟ ترا مت capita التائجة اللى اللى هو عندنا من المنظر ده كده لحد قفلته خالص من اول هنا لحد تحت. ده اسمه الدم عندي. فده بيطلق عندنا اسم روت. ده الجزر بتاعي. يعني ده الاساس بتاعي نفسه. بيبدأ يتفرع منه اول معنا هو الهد. وثاني الهد اللي هو الباضي. فلو جينا بصينا اول الهد اللي هو الهد. وثاني الهد اللي هو من الباضي. جوه بقى الهد بيكون فيه يعني الهد اصلا يعني تاج نفسه. التاج ده اسمه تايتل. فده اول معي. طب بعد كده ميتة. يبقى ده معي. طب عندي الباضي. اللي جوه الباضي. فيه عندي حاجة اسمه فهتلاقي عندك دف هو واحد. وعندك دف هو داني. فعشان كده رحضت لك اتنين دف بالمنزر ده. جوه الدف الاول فيه اتش تو وبراغراف وايه. او اتش تو وبراغراف وكمان جوه البراغراف ايه. فيعني احنا مقسمينا عندنا بالشكل ده. اظن واضحة كويس. تمام? فبيبدأ يقول لنا ان الدم ده هو عبارة عن حاجة بتخليني بس باستدامة تمام? تمام. هيبدأ بس يوضح لي يعني ايه الدم اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو النوت بنسبة لنا. الوقت يعني. فيبدأ يوضح اللي احنا قلنا. هقول لي ده عبارة عن طريقة. بده استخدم عشان اقدر اعمل بنسبة لي يعني ايه برضو? يعني عايز يقول لي كل القطعة موجودة عندك في الاتش ديميل فايف بيتش يعني سواء تجات اي حاجة موجودة في الاتش ديميل بيتم تعديلها بواسط حاجة اسمها الدم. وكمان الدم اللي هو النوت اللي هو بنسبة لنا هتكلم عليه كمان شوي. لان عندي نوت دي بتمكني بان انا اقدر اشوف البيجات بين منها وبين بعض عشان اقدر اشوف الريلاشن عاملة ازاي. فبول النوت هي ريليتد مع اتش ازر مع تشايلد والبيرل. يبقى النوت الوكي بير الروت بتاحهم ده مع تشايلد وكمان البييرل بالنسبة للميتة الواتشالد ده. فاهمين قصدي? يعني عايز يقول لنا النوت دي هي عبارة عن كوننكت او ريليتد مع التشايلد وفي نفس الوقت برضو ممكن تبقى معا البييرل عادي جدا. بول النوت برضو ممكن تبقى لها ملتبة تشير. بس بيكون عندي اب واحد يعني بيكون بنسبة لنا في اطفال كتير بس بيكون اب ايه اب واحد. تمام? بول النوت برضو بالسام بيرانت نوت يعني هو برضو زيير بيرانت نوت فعليا تمام? بتشير لحاجة اسمها سابلنج سابلنج الوال الاشقاء او الاخوات عموما يعني. فاحنا عايزين نلخص السلاد دي كلها في حاجة واحدة. ان انا عندي في حاجة اسمها نوت. قولنا نوت دي هي عبارة عن الجزر بتاع التري. بيبدأ ان هي متوصلة باللتشالد وفي ناس الوقت ممكن تبقى بيرانت عادي. قولنا ان كل نوت لها ملتبة براحتك. بس لازم يكون كل واحد منهم يعني يكون البييرانت مش بيتكرر. تمام كده? طب بيسمى ايه بقى النوت بتاع الاشتميل? بيسمى عندي بحاجة اسمها روت ايه نوت. تمام? لان هو روت ده ملوش اوب اصلا. فعشان كي بيسمى روت. بيجي قولي بقى عندك حاجة اسمها اه دوم تري. يعني اصلا. يعني انا عايز ابدأ اتنقل واعدل الدم ده اللي احنا عمليه كالا عمليه شوية. ولانا الدم اصلا كدوكومنت اعني ممكن تقدر تعرف جوه جوه صفحة نفسها اللي انت عايزه في الدم. تمام? طبعا انا عايف مش راح لكم ايه الدم ده? بس كمان شوية بالزبط هندي مثال وهنفهم كويس ايه هو الدم ده حديدا. بقولك الدم ده هو عبارة عن object بيجي برضه مع عرقام بتكون standard. يعني مثلا. او بردقا مثل عشان اطلق اكسس دي. تمام? يعني عايز اقول له ان كل حاجة بتكون لها بيك يعني فيش حاجة بتكارك. تمام? تعالي اخذ مسال كده مسلا. بقولك عندك باي المنت. تمام? في حاجة بتكتب في جهاز كربت. حاجة اسمها جيت المنت باي تاج نيم. يعني انا باجي بالعنصر بس فين ده الوقت تكون ده? في جهاز كرب. تمام? احسن المسال لتحت ده. اما اك ده كومنت دك المنت باي تاج نيم. وقدوله اسم تاج نيم بس. هنجد عمل سلكت المنت بتاع الهتش ميل. بتاع الهتش ميل في جهاز كربت. واقدر عمل له اكسس وغير زي ما انا عايز. بقول لي برضه بانما انت تستخدم جيت المنت باي تاج نيم. ممكن انت تستخدم جيت المنت باي اي دي. بالمنظر ده. وتبدأ تديها ال اي دي. بنسبالك اللي انت حبه. تمام? تمام جدا. يعني هو بقول لي مسلا. انت ممكن تكسسوها عندك بحاجة اسمه اي دي. او تكون كاتب كلاس زي ما انت حبه. تمام? وقت يجي هنا بس بدا ما تحط عندك جيت المنت باقي دي. بقى جيت المنت باقي كلاس نيم. وهتدلو كلاس نيم وخلاص. تمام? تمام جدا. طب ايه فاكرة المنوبليتنج اا نود? يعني اصلا. هي عبارة عن مصد بس اول حاجة في سير اثراك. يعني سير اثراك ببقى. مش انا عندي فيتاجات في زي امج مثلا. الامج دي بكون محتاجة حاجة اسمها سورس. السورس دي بنول على اسمه اتروت. طبام? والقلت دي اسمها اتروت. واي حاجة بتكتب جوه التاج بتاع الهتمل اسمها اتروت. فانا بكون محتاج احيانا في جغو سكريب. بحط اتروت وانا في جغو سكريب. عشان تضاف فين? في الاتش تيميل. يعني ايه مثلا. على سبيل المسال انا هبدأ يقول له عندي تاج اسم امج. الامج دي ليها مثلا اتروت اسمه سورس. طبام? وليكن ده المسار بتاع الصورة اللي موجود عادي في الاتش تيميل. حلو? طب انا حابب في الجغو سكريبت اراح اغيره. طب بغيره ازاي عندي? ببدأ ان انا ادي الامج حاجة اسمها اي دي. يعني اي دي? يعني يكون لها حاجة ما تتكررش. لها اسم ما بيتكررش الاسم ده خالص. طبام? الاسم ده وليكن مسلا اسم يعني. طبام? هبدأ اقول له عندك في الجغو سكريبت. من اول لحد الاخر ده اسم الجغو سكريب. طبام? هبدأ اقول له عندك فار فوتو. بيساوي. دوكومنت دوك جيت اني من تبقى ايدي اللي احنا سأناها سيد الفاتر. عشان ابدأ امسك التاج بتاع الامج ده. واضيف في الاتروت. طب اضيفه ازاي? هبدأ اقول له الفارابل اسمه فوتو ده. في حاجة جوا اسمها سيد الفاتر بيبدأ اقول له ان انا هضيفه حاجة اسمها سورس. واللنك الجديد بتاع الصورة. طبام? جميل جدا. يبقى انا دلوقتي كل اللي عملته عملت حاجة اسمها سيد الفاتر. يعني لو جيت بصير كده. بقول لي عندنا الدوم. اللي هو الانمت. هو في عندك حاجة اسمها سيد الفاتر. وحاجة اسمها كامل برضو جيت الفاتر. كل ده بيسمح لك ان انت تقدر تعدل في الاتروت اللي موجودة عندك في الاتش تيميل. طبام? فعلى سبيل المستلزة بتاع الامج اللي احنا قلنا ايه من شوية.